الله سبحانه أيضا تسأل الشيخ تقول الصلاة في الأماكن أو في الملابس التي فيها ذوات أرواح الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يصلي بصور ذات أرواح في قول جماهير أهل العلم وإنما الخلاف هل يقول ابن تيمية الخلاف في ثلاثة أقوال تصح مع عدم الإثم والثاني لا تصح والثاني تصح مع الإثم وهذا هو الذي صحها ابن تيمية لأن ذوات الأرواح محرم فإذا صلى الإنسان فالصلاة منفصلة عن هذه الأمر فيدل ذلك على صحة الصلاة مع الإثم أما إذا كانت ذوات الأرواح مهانة ليس لها قيمة ولا شيء مثل بعض المصليات الموجودة فإن هذا مكروه لأجل التشاغل في المصلي لما جاء في الصحيحي من حديث آيس رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بهذه الانبجانية إلى أبي جهم وأتوني بانبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي فدل ذلك على أن كل ما يشغل المصلي مما ليس فيه محرم أن ذلك مكروه وأما إذا كانت التصوير ظاهرة فيها فإني أرى محرم ولا يجوز والصلاة صحيحة نعم لكن يا شيخ لو كانت مثلا خلف ظهره الصورة أهم شيء أن الشيخ اللباس لباسا محرمة طيب أما إذا كانت مهانة مثل اللباس شراب أو غيره فهذا مكروه لأجل أنه يلهي وإذا كانت في الغرفة مثلا الغرفة الصلاة في المكان الذي تصويره الصلاة صحيحة لكنه يكره طيب شيخ أحيانا بعض المخاد يكون فيها نسج ما في ظل ما يظل المخاد لقول عائشة فجعلنا فيها وسادتين نرتفق فيهما طيب زاكرة الأخيرة الشيخ